انابى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزة وزير شؤون الكهرباء والماء لحضور حفل انطلاق فعاليات المؤتمر الهندسي لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته التاسعة تحت عنوان حلول لاقتصاد اكثر ذكاء والذي نظمته الجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والالكترونيات بمشاركة ما يزيد على خمسمائة مختص في مجالات الهندسة المنوعة محمد الرشدات والتفاصيل خمسمائة مختص ممن يبحرون في مجال الهندسة بانواعها العلمية المتعددة جاءوا لحضور فعاليات المؤتمر الهندسي لدول مجلس التعاون الخليجي ورؤية ما فاضت به الشركات المعنية من حلول مبتكرة جالت في سماء الطاقة والقوى الكهربائية والحسبة وحتى على نطاق الإشارات والتطبيقات التكنولوجية التي ضمها المعرض المصاحب للمؤتمر الذي حمل عنوان حلول لاقتصاد أكثر ذكاء عنوان كيفما تمعنت به لا بد وأن تخرج بقراءة خاصة لفحواه فهناك الآن تطور في التقنيات الحديثة في الكهرباء والالكترونيات وكلها تساعد في حل المشكلات التي كانت لا يمكن حلها في السابق فالتقنية المتطورة سوف تساعد في خلق أجواء جديدة في الاقتصاد النسخة التاسعة للمؤتمر جاءت حاملة لعديد المواضيع التي لا يمكن تجاهل ذلك الدور الذي تلعبه داخل ملعب الاقتصاد وأهداف جاءت دسمة وموائمة لما تريد أن تحدثه النسخة ذاتها أول حاجة تبادل الخبرات ثانيا نشر المعرفة للشباب اللي يكونوا موجدين نحاول أن نخرج بالتوصيات للمؤتمر بحيث أن يكون ممكن نستفيد منها مستقبلا بيئة الرحبة وفرها ولا يزال المؤتمر الهندسي لدول مجلس التعاون الخارجي حيث استطاع أن يفتح الباب لنخبة الأفكار التي جاء بها طلاب الهندسة المتواجدون على رأس دراستهم الجامعية فالبحث والاجتهاد جاء نظريا ليسهل التطبيق عمليا الجميع الطلب الموجودين في جامعات الخديج حاولوا دائما يعطوننا ابتكارات يعني حتى أن في بعض المشاريع على سبيل المثال في مشروع آخر كان يحاول أن الإنسان خاصة الكبير في السن ما يستطيع يحمل مثلا الحقيبة ففي المطارات يستطيع يأخذ العربة وفي عربة تتبعه مجرد لاسلكة مثل لاسلكية جهات سارعت في حجز ركن لها داخل أمكنة المعرض الذي زخر بعديد الابتكارات الهندسية التي جاءت بحلول لا حصر لها لأي مشكلة قد تطرأ على صعيد الأنظمة التكنولوجية ذات التشعبات العملية ولأي غرض خصصت طبعا تكنولوجيا للاتصالات جزء من التطور على مستوى العالم بشكل كبير تدخل في شراكات كبيرة مع أجزاء أخرى من الاندستريز أو الصناعات في تطوير العالم بشكل عام يعني فتطورنا في الاتصالات بشكل عام يعني من 2G إلى 3G إلى 4G والحين شغالين على 5G يعتبر تطور نوعي منتج البايبريشن ميترونيك سيستم هو لقياس الاهتزازات الموجودة في الروتري ميشين المحافظة على جودتها والمدى عمرها فإذا حصل هاي بايبريشن في التوربينا يؤثر سلبيا على مدى جودتها ومدى عملها فيحافظ على تواجد البايبريشن المناسب لها إلى جانب تلك المحاور التسعة التي سيتناولها المؤتمر أيضا سيكون هناك جانب نظري سيتم طرحه عبر بوابة التعليم الهندسي والتطوير ودور المرأة في الهندسة من الألف إلى ياء الحلول سيضمن هذا المؤتمر ومن خلال أوراقه النقاشية أن يجلب معه العديد من الوصفات العلاجية بل ويسارع في طرح جملة من البدائل التي تبقى الاقتصاد في حالة من اليقظة الدائمة لمواجهة أي طارع لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر